تنظيم داعش وأيضا من التنظيمات الارهابية المتواجدة هناك نحن قمنا بالقضاء على أكثر من ثلاثة ألاف من الدواعش في مدينة الباب وتعرفون بأن تنظيم داعش الارهابي دخل في مرحلة التفكك بعد تلك العملية ونحن طلبنا أن نقوم بأن نكون من الدول المؤثرة والدول الحليفة في مكافحة تنظيم داعش الارهابي ولكن النظام الأمريكي الإدارة الأمريكية رفضت وفضلت التعامل مع التنظيم الارهابي الآخر وهو PYD في مكافحة التنظيم الارهابي وجعلت من تنظيم PYD وYPG تهديد على الحدود التركية ولم تقدم على أي خطوة واتفاق كان بينها وبين الإدارة التركية ونحن قررنا أن نقطع صراتنا بيدنا ونحدد مصير بلدنا بيدنا لذلك قمنا بهذه العملية في شمال سوريا تعرفون جيدا بأن هناك مسارات مختلفة في سوريا وتركيا دخلت في جميع هذه المسارات والاجتماعات والحراك الدبلوماسي مثل أستانا ومثل جينيف واستخدمنا وأصرينا على استخدام الطريق الدبلوماسي حتى النهاية في حل الخلافات في داخل سوريا ولكن للأسف لم نستطع أن نحول دون دعم الولايات المتحدة لهذه التنظيمات الإرهابية ولكن نضطرينا لكي نقوم بهذه العملية بنهاية المطاف السادة الصحفيين هدفنا من العملية العسكرية وهو الأول إبعاد التنظيمات الإرهابية عن الحلود السورية وأيضا إعادة جزء من اللاجئين المتواجدين في تركيا إلى هذه المنطقة التي من المفترض أن تؤسس كمنطقة آمنة في منبج وحتى الحدود العراقية هناك مسافة على طول 440 كم وعلى عمق 32 كم نحن نخطط بإعادة أكثر من مليون لاجئ إلى هذه المنطقة الاتحاد الأوروبي وباقي الدول التي لم تأخذ المسؤولية أبدا في الأحلاف السورية الآن نحن نقدم على خطوة وهي البنية التحتية في تلك المناطق ولتأمين الحياة الكريمة لهم وإعادة اللاجئين لهذه المناطق المحررة لا يوجد من يطلب العودة إلى تلك المنطقة في هذه الظروف لكن بعد تحريرها وتأسيس البنية التحتية لها نتوقع عودة عدد لبأس به من اللاجئين إلى هذه المنطقة نحن أكدنا في اجتماع الجي توينتي أو مجموعة العشرين في أنطاليا ولم تقدم أي من الخطوات الملموسة الدول المشاركة في مجموعة العشرين ودائما ذكرنا المخاوف التركية والقلق التركي من الأحداث على الحدود مع سوريا في جميع المحافلة الدولية ولكن لم يتم الإجابة على أي من المطالب التركية وبالأخير في تاثع من هذا الشهر بدأنا هذه العملية العسكرية البعض يريد أن يظهر بأنها عملية حديثة العهد ولكن نقول بأن خلفيتها بعيدة جدا أربع أو خمس سنوات من الماضي ونحن نحاول أن نستخدم الطريقة الدبلوماسية لكي نمنع هذه التنظيمات من التمركز على حدودنا في السادس من الشهر الجاري أيضا اتصلت بالرئيس الأمريكي ترامب قلت له بأننا سنبدأ بهذه العملية وبعد اللقاء التلفوني وفقا لما رأيناه في وسائل الإعلام رأينا بأن الولايات المتحدة أعلنت بأنها ستسحب جنودها من هذه المنطقة وبذلك لم يتوقع أي من العوائق أمامنا لكي ندخل هذه المنطقة الولايات المتحدة والدول الأوروبية عندما دخلت تركيا إلى هذه المنطقة وسارعت في السيطرة على المناطق المخططة لها بدأت في التوجيه اللوم على تركيا وبدأت أن تدين العمل التركي عندما فهموا بأن تركيا ستنجح في هذه العملية العسكرية بدأوا بانتقادنا بشكل وبحجج غير منطقية وغير معقولة ونحن أصارينا على مواصلة هذه العملية العسكرية ونحن سيطرنا على خمسة وستين من المدن والقرى بما فيهم تل أبيض ورأس العين وقدمنا شهداء من الجيش التركي والجيش الوطني السوري المعارض وأيضاً استخدمنا من هذه العمليات الأسلحة التي بحوزتنا ولدينا هناك عشرون من المواطنين الأتراك الذين أيضاً استشهدوا بجراء القصف من قبل تنظيم بوادي الإرهابي وهناك 181 من الجرحة ولكن لا أحد من الدول الغربية ذكر هذه الخسائر ونريد أن نقول بأن في الماضي وفي الاجتماع الذي أجريته مع وسائل الإعلام التركية الدولة التركية عضوة في حل شمال الأطلسي النتو ولكن لا أعرف إذا ما كانت القصد أو PYD الإرهابي عضو في النتو لا أذكر أنهم أعضاء في حلف شمال الأطلسي النتو ونحن منذ البداية حاولنا أن ننجح المسارات الدبلوماسية مثل جينيف وأستنى ودائماً كنا مع الحراكة الدبلوماسية وأيضاً في المستقبل سنكون مع هذا الحراك وفي مرحلة صياغة الدستور الجديد أيضاً نحن أكدنا بأننا ضد التنظيمات الإرهابية مهما كانت داعش أو PYD أو YPG وبقي التنظيمات نحن ندين الاتهامات التي تواجه لتركيا وأيضاً نشير إلى أن هناك المسؤولين عن دعم هذه التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا وجراء ذلك تكبلت تركيا هذه الخسائر البشرية والخسائر المادية أيضاً تركيا ومن كل الجوانب قامت بعملية عسكرية النظيفة بكافة المعايير في المطالب الدولية بإيقاف هذه العملية ردينا عليها قلت لهم إذا تريدون إيقاف هذه العملية اضغطوا على التنظيم الإرهابي وأجعلوهم يتخلون على الأسلحة ويدمرون أوكارهم ويخرجون من هذه المناطق التي تهدد أمننا وعندها سنوقف هذه العملية على الفور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومساعد الرئيس مايك بينس والمستشار الأمن القومي أكدوا بأنهم يريدون زيارة تركيا ونحن قلنا لهم رحبنا بهذه الزيارة و نحن وفقا لما قدموه من اقتراحات بوقف أو تعليق العملية لمدة خمسة أيام وفقنا وعمهلناهم مئة وعشرون ساعة لكي ينسحبوا من هذه المنطقة وفقا لهذه الاتفاقية الولايات المتحدة على مدى مئة وعشرون ساعة أي على مدى خمسة أيام ستقوم بالإشراف على عملية إجلال منطقة الأمنة بهذه الفترة ومنذ الساعات المسائية من الأمس بدأت هذه المهلة ووفقا لما وعاد بها الأمريكان سيتم جمع الأسلحة التي زودوها بالتنظيمات الإرهابية هناك وأيضا سيتم تدمير المقرات والأوكار للتنظيم الإرهابي في هذه المنطقة أيضا الجيش التركي أكد بأنه سيبقى هناك أو أكدنا أنه سيبقى هناك على مدى المهلة الممنوحة لهم وبعد ذلك سيتم إنهاء العملية أو عملية نبع السلام إذا ما تأكدنا من تطبيق الشروط المرجوة لتركيا وفي اليوم ذاته في الرسالة التي لا تليق بالعرف الدبلوماسي والسياسي نشرتها وسائل الإعلامة ولحن لم ننسى هذه الرسالة وهذا الشيء سيبقى في ذاكرتنا ولكن نحن لسنا أو العرف والتربية الدبلوماسية التي نتمتع بها تمنعنا من الرد على هذه الرسالة بذات المستوى ولكن لم ننسى ذلك وقلت بأن عندما يتي الوقت المناسب سيكون الرد بشكل مختلف عليها الأزمة السورية وفي الاتفاق الذي جرى بيننا وبين الولايات المتحدة إذا ثرت لكم إياها بشكل مختصر مرة أخرى أقول بأن الولايات المتحدة إذا حفظت على الوعود التي قطعتها على نفسها فعندها ستنتهي هذه العملية ولكن إذا ما خلفت أيضا وعودها العملية ستستمر مرة أخرى بعد الفترة المحددة إذا طبعا لم يتم تطبيق أي من البنود أو كان هناك خلل أيضا بهذه التطبيقات منبج أو منبج عين العرب والقامش لتعرفون بأن هناك تواجد للقوات الروسية وقوات النظام أيضا في إدلب هناك ربما بعض الخلافات مع جانب الروسي لكن هدفنا هو الوصول إلى نقاط مشتركة في حل هذه المشاكل مع جانب الروسي ونحن هدفنا وطلبنا هو سحب قوات الإرهابية من الحدود التركية وتعرفون بأن في بعض المناطق نرى نشاطات للتنظيمة الإرهابية تحت العالم السوري وإحتمال كبير أن يكون هناك نشاط بالمستقل لهذه التنظيمات الإرهابية سيطرت النظام السوري على المناطق التي تم تحريرها من التنظيمات الإرهابية أمر طبيعي ولا يضايقنا إذن نحن هدفنا إخراج العناصر الإرهابية من هذه المناطق في منبج عندما تم إجلاؤها من التنظيمات الإرهابية وتعرفون بأن أصحاب هذه الأرض 85% من العشائر العربية نحن لا نهدف أن نبقى في تلك المنطقة وقلنا للسيد بوتين أن التنظيمات الإرهابية إذا أخرجت من منطقة أو مدينة منبج أو عين العرب أو كوباني عندها لن يكون لدينا مشكلة أبدا نحن رغبتنا فقط في إخراج التنظيمات الإرهابية من هذه المناطق وليس لدينا هدف بالبقاء هناك وهدف وهدفنا فقط إبعاد التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمننا واستقرارنا وبعد أن يتم القضاء على التنظيمات الإرهابية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وبدأ مرحلة جديدة إن شاء الله سيكون الموضوع مختلف ولكن PKK YPG PKK أو YPG هذه التنظيمات لا نقبل بأن تواصل وجودها في الشمال السوري لحسيما على الحدود التركية طالما هذه التنظيمات متواجدة وتنشط هناك فلا نتوقع استقرارا للدولة السورية أصدقائي الأعزاء أشكركم على الاهتمام الذي أو لوتموه لهذا الاجتماع ومشاركتكم والآن ممكن أن أتلقى منكم الأسئلة سأعود إلى مكاني ومن يريد أن يتفضل بالسؤال سأعطي الفرصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر